أهلا بكم أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة لتجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية للإطلاع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي التعدين والطاقة وأشار جلالته إلى أهمية وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات والاستفادة من المنتجات التي قيمتها أعلى من الخامات وتسريع مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين بحسب أفضل الممارسات الدولية لجذب أقوى الشركات في هذا المجال ولفت جلالته إلى أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الطاقة الشمسية لتخفيف الكلف عليها والتسريع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لما تشكله من فرصة للاكتفاء الذاتي في المملكة وبوابة للتصدير وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشة قال إن وزارة الطاقة تعمل حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مساقات فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة الحمى شهد اليوم ثاني من مراثون مناقشة النواب لقانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2023 كلمات حملت تحليلات وانتقادات ومقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية نواب توقعوا أن يكون العام الحالي الأسوأ اقتصاديا في ظل عدم اتخاذ إجراءات حكومية جديدة لتحفيز الاقتصاد وآخرون طالبوا بزيادة رواتب أفراد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأشاروا إلى أن ارتفاع الدين العام يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني ما يستوجب وضع خطط واستراتيجيات تحقق نموا اقتصاديا وتخفف من حجم العز المالي وفوائد الدين العامة الزملاء والزميلات الكرام إن المطلع على موازنة الدولة التي بين أيدينا هي لتسديد التزامات المبرمجة كما ونلاحظ إن الإيرادات هي عبارة عن رسوم وضرائب وكان لزيادة التحصيلات الضريبية ستؤدي إلى الانكماش في الأسواق وزيادة الأعباء على الاقتصاد ورفع الكلف على المواطنين بما سيؤدي للخفاظ القدرة الشرائية أكثر مما هو عليه الآن اليوم تابعت بعض وسائل الإعلام بيحكوا ببساطة بدون تعقيد أن النواب يشبعون الحكومة شتما ثم يصوتون مع الموازنة وهذا صحيح لكنه مبرر أنت لما يكون عندك ابن عاق أو عنده مشكلة تلومه وتوجه له الصخط والغضب لكنك تتقبله في النهاية لأنه جزء من أزمتك وهذه الموازنة عاق بنيويا بعيدا عن نقد وكل ما قلتموه صحيح زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية زيادة شهرية مجزية ما بين خمسين إلى مئة دينار شهري لتتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم وكون الموازنة مثقلة وصعب تحقيق هذا الهدف دون وجود مورد مالي فأنني أقترح زيادة الضريب على البنوك من خمس ثلاثين إلى خمسين إلى ستين بالمئة التي تآمرت عليها الحكومات السابقة ضعف الإنتاج المحلي من الورود بمختلف أنواعها مع زيادة حجم الطلب بمناسبة الاحتفال بعيد الحب سهم في رفع أسعار الورود بالجملة في بورصة الورود تجار قالوا لرؤية أن ضعف الإنتاج زاد من حجم المعروض من المستورد إلا أن الظروف المعيشية صعبة تدفع تجار إلى الإقبال على شراء المنتج المحلي وإن كان مستوى الجودة ضعيف وبيّنوا أن ساعر الورودة الواحدة للباقر تفعت إلى سبعين قرشا في عين كانت تباع سابقا في ربع دينار فضلا عن أن الطلب يتركز على الورود الجوء أو الورد الجوري الأحمر رغم أن أسعار الورود الأخرى تشهد استقرارا وتشهد استقرار وفق أصحاب محال في إربد استطلعت رؤية آراءهم فإن الحركة الشرائية في مثل هذا اليوم من الأعوام السابقة كانت تشهد انتعاشا لافتا بخلاف هذا العام هذا وكان الحال مختلفا بالنسبة لمحال الذهب إذ شهدت الحركة الشرائية خلال هذا اليوم انتعاشا وفق أصحاب معارض مجوهرات عزين الإقبال إلى حفاظ المعدن الأصفر على سعر منيحة كانت الأوضاع وإننا تقريبا من جاهز من أسبوع تقريبا كان فيه إقبال يعني ممليح الإقبال الحمد لله طبعا نحن من أسبوع ببدو المزارعين وردو بضعتهم على السوق وتقريبا الحركة كويسة وماشية بنبيع الوردة سعرها دينارين إلى ثلاث دانانير الفترات الماضية كنا نبيحها بخمس دانانير الوردة السنوات السابقة وكانت فيه كورونا وكانت الأوضاع الاقتصادية كمان صعبة ونوعا ما الإقبال اليوم يعني خفيف الحمد لله كانت حركة جيدة جدا ووفرنا جميع المنتجات الملائمة للجميع وزي ما بتعرف المجوهرات هي هدية قيمة جدا وخاص نصل للنساء في يوم زي عيد الحب فاجأت أنه اليوم الحركة التسوق على الإقبال على الهدايا كان ضعيف جدا صانع مجوهرات وأحجار كريمة في دبي تجمعوا لعرض منتجاتهم أمام المشترين التجاريين من أسواق المجوهرات الرئيسية في العالم ولتبادل الخبرات وسط تحديات الحفاظ على هذه الصناعة أحجار كريمة ألماس دهب ملأت جنبات معرض دبي الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي انطلق بمشاركة 320 شركة من 23 دولة الأرض العربية هي غنية بالمعادن الفلزية والغير الفلزية والمجوهرات والأحجار الكريمة وتوايد المعرض اليوم في المنطقة العربية في دبي تحتضنه حكومة دبي هذا نقلة نوعية ويساهم في نقل التجارب ويساهم في إسهام كبير في تبادل الخبرات بين التجار العرب مع العالم الآخر سوف يساهم كمان في تبادل التجاري كبير القيمة السوقية لتجارة الأحجار الكريمة في العالم تقدر بحسب خبراء بنحو 23 مليار دولار وعلى الرغم من ذلك تواجه تحديات تكمن في أن الجزء الأكبر من الاستثمارات يدار من قبل الحكومات وتجار غير رسميين ويسيطرون على 90% من السوق العالمي الآن 5% من المشغولات مزيفة و95% حقيقية ومعظم الناس يركزون على المزيف والأهم هو أن لا يكون هناك أي التفاف على مهنتنا فهناك الكثير من الناس الذين يعملون بشكل قانوني 100% باعتماد المصادر والعقول والإنتاج من المهم جدا أن تمنح الشهادات والضمانات للعملاء فهذا بمثابة الثقة للمشتري وجميع المستهلكين النهائيين وإثبات أنهم يمتلكون شيئا مضمونا هذا ويقدر حجم التجارة الإماراتية للذهب والمجاورات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة بنحو 400 مليار درهم سنويا وحجم الاستهلاك بنحو 60 مليار درهم سنويا وفقا لإحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية أحجار كريمة ومجوهرات من شتى أنحاء العالم اجتمعت تحت قبة هذا المهرجان في دبي صفقات وأرباح بالملايين تزداد وطيرتها مع ازدياد المشاركة الدولية في هذا المعرض وارتفاع معدلات الاستثمار السنوية فيه رؤية ربيع أبو حسن دبي